بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين تصنيف الإمام المحدث الفقيه محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة هجرية رحمه الله تعالى الباب الخمسون باب الخوف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها متفق عليه متفق عليه متفق عليه متفق عليه اقرأ بسم ربك الذي خلقه لي au nom de ton seigneur qui a créé read in the name of thy lord who created خلق الإنسان من علاق qui a créé l'homme d'une adhérence created man from a clot read and thy lord is the most bounteous الذي علم بالقلم who teacheth by the pen علم الإنسان ما لم يعلم a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas teacheth man that which he knew not